اشتركوا في القناة او ختمات في شهر رمضان ذكرنا في واحد الحصة سابقة اهم شيء باش نختموش عامل صالح هو يكون برنامج منضبط برنامج ينفذ بدقة وصرامة باش ان شاء الله تعالى يختم الانسان هاد الاعمال الصالحة خصوصا هاد الاعمال الصالحة اللي عندها اجر كبير عند الله سبحانه وتعالى تصور معايا اختمة دي القرآن شنا هي تلتمية وخمسين الف حرف في القرآن وكل حرف بعشرات الحسنات يعني ثلاثة المليون ونص دي الحسنات اختمات دي القرآن كنت سوي اشعل ثلاثة المليون ونص دي الحسنات وما اعظم هذا الرقم هذا وما اعظم هاد الحسنات وحنا غنحتاجها يوم القيامة بحكم اننا غنحتاج الحسنات لدخول الجنة وغنحتاج الحسنات باشي تمحاولين السيئات لاننا هنا تندير عشرات السيئات او مئات السيئات في اليوم ومحتاجين انها تتمحلين هاد السيئات فلابد من الاكتار من الحسنة والحسنة في رمضان ما اشي هي الحسنة خارج رمضان رأى الاجر ديال الحسنة في رمضان مضاعفة فيلاقلنا ثلاثة مليون ونص حسنة في رمضان ما اشي هي ثلاثة مليون ونص حسنة خارج رمضان وبالتالي فينبغي ان يختم المسلم على الاقل ختمة واحدة وإلى اختمتي جوج اختمات سبعات المليون ديال الحسنة وإلى ختمتيت لهذا الختمات عشرات المليون ديال الحسانات شوفوا هذا الخير هذا فلذلك شنا هي الوصفة باش نختمو على الاقل ختمة واحدة إلا بونا نختمو ختمة واحدة خصنا جوج أحزاب في النهار هذك جوج أحزاب غادي تاخدوا منا نصف ساعة نصف ساعة نديروا ربع ساعة في الصباح وربع ساعة في العشية طبعا كل واحدة على حساب العمل دياله كين لي موظف كين لي صحافي كين لي أستاذ كين لي تاجير كين لي كيركب في وسائل النقل كل واحد أنا كن أركب وسيلة النقل من هنا حتى الأقدار مثلا عندي نصف ساعة نقدر نقرأ فيها حزبين في العشية تاني كن أرجع كن أركب في وسيلة النقل نصف ساعة نقدر نقرأ فيها حزبين ويقدر في الطريق يعني في المكتب ديالي تيكونوا شيء أوقات الفارغ لهبوا الدارة كل واحدة عارف خدمتها يجيك شيء أوقات الفارغ عمرها استطمر أوقات الفارغ وعندك الليل كله خير وعندك ما قبل المغرب كله خير وعندك بعض الصالوات كله خير فإلا استطعطي أنك تقرأ حزب في كل صالة أرا عندك خمسات الأحزاب في اليوم وبالتالي أراها ممكن تختم جوش ختمات أو تلهاد الاختمات في رمضان إذن غير المسألة مسألة تيقة وعزيمة وبرنامج باش يختم الإنسان لأنه عندك الهدف عندك الغاية شوف هذاك العداء اللي كي بغير يوصل للرقم القياسي را ماشي زع ما كنشوفو إحنا هذك هذك ستلاثة دقيق في الشمبيونة أرا 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 أحرق من القياسي را خدام را اجتهد را دار برنامج دار برنامج ديال ديال ليقومشي الجبال العالية ويمشي الإفران يمشي المناطق اللي نقص فيها لكشيجين ويمشي كده ودير مرويد ودير كده ووصل الهدف دياله أعلاج لأنه دار واحد برنامج صارم باش يوصل الهدف وانت كذلك بغيت توصل باش تحطم الأرقام القياسية مع الله وتربح الحسنات الكثير مع الله في الصيام مع الله في الذكر مع الله في الصدقة مع الله في الأعمال الصالحة مع الله إذن ما تفوتش الفرصة ودير برنامج وتيق في نفسك وتيق في العمل ديالك وربي غد يوصلك لمقصود ديالك ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد والقابول والحمد لله رب العالمين